تركوا له صنعاء فقصف عدن سلموه ميناء الحديدة فأرسل طائراته نحو ميناء الضبة انشغلوا بتشكيل وفد للتفاوض معه فانشغل بتجهيز مزيد من التشكيلات الميليشاوية الإرهابية لتحقيق ما طلبت طهران منه هكذا يبدو مسار المعركة من زاوية نظر الشعب الشعب الغاضب إلى الحد الذي لم يعد لديه حد فإدارة المعركة مع ميليشيا إيران تبدو للجميع بغير وجهة ولا ميزان وبدلا من الحسم مع ميليشيا في المتناول الحسم معها جرى ويجري تضخيمها لتغدو البعبع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة حيث المنطق الواضح أن تمرير استهداف المنشآت النفطية في حضر موت وشبوة يمهد لاستهداف المنشآت النفطية في المنطقة وممرات الملاحة الدولية واقع يجعل من الاكتفاء بالحديث عن خيارات مفتوحة دون ترجمة الحديث إلى تحركات تخنق الميليشيا وتستنقذ اليمن والمنطقة مادة تستخدمها ميليشيا إيران للتندر والسخرية جاعلين من جرائمهم التي لا تلقى الرد الأنسب عليها إثباتا مزعوما على أن المستقبل لطهران وأتباعها الأمر الذي يوجب على الشرعية أن تتحدث بمنطق القوة الذي تفهمه الميليشيا الإيرانية وهو المنطق الوحيد الذي باستطاعته استعادة اليمن وحماية المنطقة